كشفت هيئة الرقابة الإدارية في تقريرها عن العام 2019 عن تجوزة خطيرة ومخالفة مالية وإدارية وإذا شر التقرير إلى أن المجلس الرئاسي يعمل دون هيكل تنظيمي وتعمل دون لائحة مالية وإدارية وأكد التقرير والذي تضمن 55 نقطة حول سياسة فايز السراج وانفراده بالحكم موضحا أن الرئاسي تعاقد مع شركات طيران خاصة لتنفيذ رحلات لأعضائه وموظفيه بالرغم من وجود جهاز طيران مختص بهذا الأمر ومن ضمن التجوزات توسع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الصخيرات في تعيين مستشارين بالمجلس وأصدر المجلس بعض القرارات بالتعاقد مع شركات وطنية وأجنبية بطريقة التكليف المباشر وهو ما اعتبرته الرقابة مخالفة واضحة وأكدت الرقابة الإدارية وجود عجز في الإيرادات السيادية ورسوم الخدمات وتجاوزت ما قيمته 4 مليار دولار كشف التقرير الذي جاء في 404 صفحات تجوزات في عمل مصرف ليبيا المركزي وإذا شار إلى توقف مجلس إدارة المصرف عن عقد اجتماعاته رغم الأهمية في ذلك وهو مخالف للنظام الأساسي بمصرف ليبيا المركزي وكما كشف التقرير السنوي عن هدر كبير في الأموال والاستثمارات الخارجية بهيئة الاستثمار الخارجي تقرير مفزع ولكن للأسف لم يكن الأول من نوعه بل تكاثرت قضايا الفساد واستشرت داخل أربقة حكومة الصخيرات ويبقى ما خفية كان أعظم